أسعد الله صباحكم طلبة الصف الرابع سوف نكمل أحل المسائل لصفحة 122 لدرس التجربة العشوائية وأنواع الحوادث هيا سريعا لنراجع ما تم حله في الحصة السابقة في تجربة صفحة 122 أحبائي في تجربة اختيار قميص عشوائي من بين قمصان ألوانها أسود أبيض أزرق أخضر اكتب النواتج الممكنة جميعها إذن عند كتابة النواتج أكتبها ما هي النواتج؟ يعني على ماذا التجربة قامت؟ إنه على ألوان قمصان ما ألوانهم؟ أسود هكذا نكتب أسود أبيض أزرق أخضر سؤال الثاني تم شرحه في الحصة السابقة أحبائي أحدد الجملة الصحيحة وغير الصحيحة من كل مما يأتي أن يكون خليكم معاي مركزينها مهمها أن يكون القميص أسود حادث مؤكد؟ هل جميع القمصان أسود إنه يعني أنا وين ما أنا سحبت القميص بيطلع لي أسود؟ لا إذن فيه يمكن يطلع لي إيش؟ لون أبيض ممكن يطلع لي أزرق يمكن يطلع لي أخضر مش مؤكد إني أنا بس أسحب قميص إنه يطلعوا لي أسود هذا لو كلهم أسود إني أنا وين ما أسحب؟ المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة بدي يطلع لي لون أسود بدي يطلع لي لون أسود أما ما عندي إياهم كلهم أسود إذن لأنه ليست جميعهم أسود إذن العبارة خاطئة أن يكون القميص أخضر أن يكون القميص أخضر حادث ممكن؟ ممكن إنه يطلع لي أخضر ممكن إنه يطلع لي أزرق ممكن إنه يطلع لي أسود وممكن إنه يطلع لي أبيض ما بقدر أنا أقول خلص بدي يطلع لي أزرق أو خلص بدي يطلع لي أخضر لا إذن ليش حكينا ممكن؟ لأنه ممكن أنه يطلع أخضر ممكن أنه يطلع أزرق ممكن أنه يطلع أسود ممكن أنه يطلع أبيض أن يكون القميص بنيا حادث مستحيل نعم إنه حادث مستحيل لماذا؟ لأن اللون البني غير موجود اللون البني غير موجود فهو حادث مستحيل إذن العبارة ما لها صحيحة رقم جيم صحيحة لأن القميس البني غير موجود أن يكون دادها أن يكون القميس أبيض حادث مستحيل لا خاطئة ليش لأن القميس الأبيض موجود كيف مستحيل لا رح يطلع لي من أحد السحبات لون القميس أبيض إذن خاطئة نعم هيا للسؤال مهم جدا مدرسة أعدى معلم امتحانا لطلبته علامته من خمسة إذن هاي هي بتكون اسمها العلامة العظماء أحبائي يعني أعلى علامة بالامتحان من خمسة أكتب النواتج الممكنة جميعها لعلامات الطلبة في الامتحان إذن الامتحان من إيش؟ من خمسة إذن شو أقل على ممكن سفر ما يكون جاوب الطالب ممكن يكون سفر جاب تمام؟ أو واحد أو اثنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة إذن هاي الخمسة هي العلامة العظماء يعني أعلى علامة بالامتحان نعم اكتب النواتج الممكنة هي كتبناهم نكتب من سفر لخمسة أحدد الحادث الممكن والمؤكد والمستحيل فيه كل مما يأتي ركزوا عليه السؤال أن يكون أن يحصل طالب على العلامة ثلاثة صح؟ صح يا عاية لكن بدي أحدد أنا الحادث طالبني تحديد الحادث إذن موجود العلامة ثلاثة ممكن يطلع لثلاثة ممكن يجيب إيش ممكن يجيب أربعة ممكن يجيب اثنين ممكن واحد ممكن سفر إذن ممكن ليش؟ لأنه من ضمن النواتج الموجودة الثلاثة من ضمن نواتج التجربة نعم أن يحصل طالب على علامة أقل من خمسة هلا بقول لك أن يحصل الطالب على أقل من خمسة شو بدك تقول لي مين الأقل من خمسة بدك تقول لي ممكن أقل من ستة ممكن تقول لي خمسة أقل من ستة ما منحطها ما حكيت أقل أو يساوي أقل ماما أقل من ستة بقول خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد سفر إذن أنا كأني حكيت كل العلمات إذن هاي حادث مؤكد لأنه جميع النواتج اللي حكيتهن أقل من ستة جميع النواتج أقل من ستة يا أمي تمام إذن الحادث نوعه مؤكد الحادث نوعه مؤكد الأولى ممكن جيم أن يحصل طالب على العلامة عشرة هل من ضمن النواتج التجربة العلامة عشرة لا إذن مستحيل لأن جميع النواتج أقل من ستة جميع النواتج أقل من ستة حكينا هان طقس في أحد أيام الشتاء تنبأت الأرصاد الجوية باقتراب منخفض قطبي جوي من الأردن أكتب النواتج الممكنة جميعها لحالة الطقس المتوقعة في ذلك اليوم إيش هي النواتج؟ إيش بدي يكون؟ إما بارد سقيع اللي هي سقيع يعني حطينا إحنا سقيع وماطر وثلج إنهم سقيع بارد وماطر كمان بدي يكون بارد وثلج كمان بدي يكون بارد إذن شو الإحتمالات؟ سقيع ماطر ثلج سقيع ماطر ثلج الآن النواتج كتبناهم أحدد الحادث الممكن والمؤكد والمستحيل أن تكون درجة الحرارة خمسين بصير تكون درجة الحرارة خمسين إذن مرتفع نار مستحيل لأنه حكا لنا الجو إيش؟ مهلو منخفض قطبي قطبي بدي يكون بارد كثير إذن هذا حادث مستحيل حادث مستحيل أن تثلج السماء ممكن ممكن تثلج ممكن بس سقيع وهوى وبرد ممكن إنه مطر ماطر إذن من إحدى لأنه الثلج من إحدى النواتج إذن ممكن أن يكون الجو بارد إذن شو ما إيجا ثلج ماطر سقيع غائم بتقدر تكتب نواتج كثير غائم سقيع بارد جدا هذولا نواتج كلهن بس كلهن برجع عن إيش؟ إنه الجو بارد أن يكون الجو إذن مؤكد إذن جيم بعمله إنه حادث مؤكد لأنهم جميعهم بارد شو كتبت من نواتج لا طقس منخفض جوي بيكون بارد نعم هذا سؤال سبعة وثمانية مش معاكو يا رابع سؤال تسعة هيا أكمل سؤال تسعة أمي يلا أكمل القرص بكتابة الأعداد الممكنة عليه إذا كانت النواتج الممكنة جميعها عندها تدوير المؤشر عشوائي هي واحد اثنين ثلاثة إذا طلعوا لي ثالث رابع أنا لما أحطها على المؤشر الأرقام فقط لازم تكون واحد واثنان وثلاثة اللي هم مكاتبين لاثنان شو أنا بدي أكتب؟ بصير أكتب اثنان كاتبين لاثنان مرتين بصير أكتب ثلاثة لازم يجب أن يحوي القرص على النواتج على النواتج هذه جميعها واحد اثنين ثلاثة أما عدد المرات على خاطرك حتى تعبي القرص كامل إجينا حطينا الاثنين حطينا الواحد ثلاثة ظل كمان في فراغات بقدر أحط ثلاثة أو اثنين أو واحد إذا يجب وضع النواتج هاي جميعها على القرص أما عدد المرات اللي تكررت ما حدد لي إذا ظل عندك برجع ثلاثة مرة ثانية اثنان مرة ثانية واحد مرة ثانية بصير أما أول خطوة لازم إني أكتب جميع هذه النواتج على القرص كما أكتب حادث ممكن أنا حطيت لك ثلاثة أمثلة وقوف المؤشر عند الرقم ثلاثة ممكن وقوف المؤشر عند الرقم واحد ممكن وقوف المؤشر عند الرقم اثنين ممكن إذن هاي حطيت عليها هاي ثلاثة أمثلة اكتب حادث مستحيل مستحيل يعني إنه مستحيل إنه يظهر على القرص عندما أدور المؤشر وقوف المؤشر وقوف المؤشر عند الرقم خمسة مستحيل إنه يطلع لي خمسة أو وقوف المؤشر عند الرقم سبعة أو وقوف المؤشر عند الرقم ثمانية مستحيل يطلع لي أو خمس طاعة لأنه غير موجود من ضمن النواتج التجربة أكتب حادثا مؤكد لازم بس أنا أجاوبه يكون جوابه النواتج هذه هي النواتج هاي هي إذن شو بدي أحكي وقوف ركزه وقوف المؤشر عند عدد أقل من أربعة وأكبر من واحد إذن لما أنا أحكي وقف المؤشر عند عدد أقل من أربعة من هي الأعداد اللي أقل من أربعة وأكبر من سفر اللي هي واحد اثنين ثلاثة إذن أنا حكيت كلهم ممكن إنه يطلعوا لي بدي مؤكد مؤكد إنه يطلع لي يا إما الواحد يا إما الاثنين يا إما الثلاث لإني حكيت هاي وقوف المؤشر عند عدد أقل من أربعة وأكبر من سفر تمام سؤال ثلاثة عشر في القرص المجاور إذا كانت إذا كان الحادث المؤكد هو وقوف المؤشر عند تدويره حادث مؤكد مؤكد وقوف المؤشر عنده تدويره على العدد ثلاثة فأكمل القرص بكتابة الأعداد المناسبة إذن إيش راح أكتب على القرص في كل المثلثات نعم سوف نكتب الرقم ثلاثة لأنه حكى حادث مؤكد إذن وين ما ألب في القرص لازم يطلع لي الجواب ثلاثة لازم يطلع لي الجواب ثلاثة إذن لازم أحط عليهم كلهم ثلاثة 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 جميعهم شوفوا أربع طعش كمان حلو سؤال ما العلاق علامة العظمى يعني أعلى علامها لامتحان أعده معلم إذا كان الحصول على العلامة ستعش مستحيل أني آخذ ستعشها والحصول على علامة أقل من ستعش مؤكد مين الأقل من ستعش مؤكدها والحصول على العلامة خمس طعش ممكن إذن مين اللي أقل من ستعش نعم الخمس طعش والخمس طعش موجودة أصلا إذن إيج تتكون العلامة العظمى الامتحان يعني أنا عامله من إيج من خمس طعش وهيك منكون كمننا الوحدة الاحتمالة الأحصاء والاحتمال شكرا شكرا اشتركوا في القناة